تعز تشيع شهدأها كل يوم نعوش النساء والأطفال لا تتوقف على امتداد الدروب صوب مقابر قد لا تكفي مساحتها لاستقبال جثامين جديدة ومنذ ظهر الأربعاء تشن ميليشيا الحوثي قصفا مدفعيا غاشما على منطقة الحيم في مدرية التعزية شرق محافظة تعز فيما تطوق الميليشيا المكان بحصار مطبق لا يجد فيه الأهالي منفذا لإسعاف جرحاهم الذين ينزفون حياتهم بين أيدي الأحبة العاجزين عن إنقاذهم جرائم حرب حوثية ومجازر جماعية تجري بعيدا عن الأضواء وعدسات الكاميرات بعد أن خنقت الميليشيا المكان وكتمت كل أنفاسه فريق الرصد بمركز تعز الحقوقي أكد قصف الحملة العسكرية الحوثية المكونة من عشرات الأطقم المسلحة ودبابة ومدرعات ومدفعية متوسطة عددا من المنازل والأعيان المدنية في منطقة الحيمة المحاصرة كليا وفقا للمصادر الميدانية فقد داهمت الحملة الحربية الحوثية ثمانية عشر منزلا وأخلتها من عائلاتها بالقوة وقامت بتفجير منزلين أخرين الأهالي الذين واجدوا أنفسهم تحت الحصار والقصف المتواصل طالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لإيقاف جرائم الحرب والمجازر الجماعية التي تمارس بحقهم حيث تتصاعد وتيرة القصف العشوائي لحد يكشف عن نية إبادة جماعية وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد ثلاثة وسبعين انتهاكا وجرائم ارتكبتها الميليشيا الحوثي على مديريات صالة والقاهرة والمظفر بمدينة تعز خلال الفترة من الأول من نوفمبر وحتى التاسع عشر من ديسمبر المنصر بحسب تقرير التحالف الحقوقي أسفر القصف العنيف والمكثف في شهرين نوفمبر وديسمبر الماضيين عن مقتل أحد عشر مدنيا وألحق أضرارا جزئية وكلية بخمس وعشرين منشأة وممتلكات عامة وخاصة